يعني مبارح كانت ناس بتتساءل هو ايه سر فوز النادي الاهلي ناس قلت لك الصبر التكتيكي هو سر فوز الاهلي على بيرامدس بثلاثية مقابل لا شيء وهو ده الاهلي وده اللي كان فوز مهم جدا وصعب ان انت كمان يعني تشوف فوز مع اداء كمان جميل ونتيجة ولا اروع زي ما بتقال الاهلي بيفوز على بيرامدس بثلاثية ولا اروع فعلا حاجة كانت كمان يعني هقول غير متوقعة حاجة كانت غير متوقعة بس الغير متوقع بيبقى احلى من المتوقع بالمناسبة هنتكلم في كل ده و هنتكلم برضو عن ده ملفات اوروبية كتيرة جدا كل ده مع الاساس ايمان جيلبرتو الناقد الرياضي اللي منوارنا النهاردة بونجور وكل سنة وحضرتك طيب اول السنة واول حلقة بقى في السنة الجديدة ويرب تبقى سنة خير بس يبديتها حلوة مع النادي الاهلي الحمد لله يعني انا بعترف بالبدايات برضو الحمد لله وحمد لله بالسلامة على بعض الاجازة لا طبعا بداية سنة جميلة وزي ما انت قلت كده هو فوز يعني طبعا النادي الاهلي دايما مطالب بالفوز دايما جمهور بيتوقع الفوز ولكن ببقى فيه ماتشاط النتيجة لما بتبقى كبيرة بتبقى حاجة غير متوقعة لان طبعا برامد فرقة من فرقة اللي بتنافس بشكل قوي وعندها قايمة كويسة ويمكن نادي الاهلي يعني زي ما اتكلمنا الاسبوع اللي فات او اللي قابله عن ان فيه تزبزب شوية في المستوى وفي النتائج حتى الجمهور كان بعد مطش سراميكا واسموح كان قلآن يعني هيا الفكرة كلها ان الجمهور كان قلآن مش عشان التعادي الوارد ان في الكرة مش هنكسوا على طول بس الناس قلآن لكن امبارح لكن امبارح الامور كانت يعني تقريبا كلها كويسة المدرجات كان شكلها جميل جدا الفرقة لعبت بالشكل اللي قدرت تكسب بيه في الاخر وده اهم حاجة يعني ممكن في بعض اوقات المباراة الناس كانت تستغرب ان احنا سايبين الكرة بزيادة ولكن لا هو بيراميدز من الفرقة اللي بتعتمد على ان هي على طول لازم تستحوز فاحنا سبنا لهم الكرة وبقينا بنحاول نلعب على المرتدات بنحاول نلعب بالطريقة والحنا اسادزة في الهجمات المرتدة بالزبط فالحمد الله يعني حتى الاهداف يعني الهدف التاني اللي هو بيتعرض معنا دلوقتي هي راكلة ركنية سبحان الله معلول هو اللي كان على طول بيروح لللعبة دي ففي كذا مرة ما كانتش موفق نهو بيلعبها بالشكل الكويس فراح لها حسين الشحات المرة دي لعبها نموذجية وعمر السلام برح كان بيقدم مباراة هيلة هو وقاليو ديانج في وسط الملعب من الناس اللي كانوا بيقدوا مباراة هيلة جدا معاهم نقدر نقول محمد هاني برضو لعب مباراة طيبة حسين الشحات لعب مباراة طيبة محمد عبد المنعم فانبارح كان فيه أكتر من لعب حالتهم جيدة صحيح عكس بعض المباراة كان الفرقة كلها نقدر نقول مش في أفضل حال فالحمد الله بداية السنة نحن بنكسب ثلاثة صفر بأن التصدر الدوري من جديد الأمور بتهدى عندنا شوية عشان الملشات اللي جاية الأمور صعبة بس هقولك على حاجة طبعا الموضوع ملوش علاقة بسنة وحظه بتاع بس هي 22 لو تتفقوا معنا يعني كتوحش جدا كتوحش علي ووحش على نادي الأه ووحش عليك الناس كتير قوي بس الحمد لله احنا داخلين 23 متفائلين وقلنا يا رب تحديدا عن نادي الأهلي تبقى سنة خير سنة مختلفة نرجع تاني للنادي الأهلي اللي احنا نعرفه انا سعيدة كجمهور هنا هتكلم انا مش سعيدة بس بالفوز او بالنتيجة انا سعيدة ان انا مبرح شفت النادي الأهلي بيعود مرة تانية انا شفت اللعيبة بتاعتنا بتعود مرة تانية انا شفت التاكتك يعني اكثر من رائع شفت مدير فني محترم شفت تغييرات مش بطالة شفت استحواز حتى لو ما كانش من الدائل قوله في الشوت الاول بس شفت برضو سيطرة على اللعبة وعلى الملعب فهو دا الاهلي اللي احنا نعرفه بس التاني هرجع اقول كان غير متوقع يعني انا لا اعتقد ان بيرمتز كانت متوقعة الاداء والنتيجة دي ولا الاهلي ولا جماهير الاهلي زي ما انت قلت يا ايمن الناس كانت عندها قلق انا مبارح في الحلقة وهقولها ورجعوا لها يعني يرجعوا اليوتيوب او الصفحة عندنا انا قلت يا رب انفوز مش فارق معايا الاداء يعني شوف انت كنت مذبذب شوية لدرجة ايه بس اللي حصل غير التوقع طبعا لعبت النادي الاهلي هما يعني ده لعيب مفروض ان هو الكواليتي رقم واحد في مصر فدايما لعيب النادي الاهلي لما بيحس بنفسه بثقة بنفسه الامور تبقى طايبة معايا مفيش اصابات كل حاجة متوفرة له اكيد هو اعلى من من الكل يعني طبعا ما احترامنا للجميع ولكن في الاخر انت لعيب في النادي الاهلي فدايما الانت تقدر ان انت عندك حلول تقدر ان انت ترجع في المباريات لازم مضطر تلعب تحت ضغط لان ده ده حاجة دواقع وده حاجة مفروضة عليك النادي الاهلي خلاص همنتكلم يعني هنلعب تقريبا اربع مباريات ثلاث مباريات في الدوري مصري امبي وزمالك وفي النص فيه ملش كاس اما مسموحة بعكين رايحين المغرب نلعب كاس عالم اندية ده طبيعا هنرجع من كاس العالم اندية نلعب دوري ابطال افريقيا والدوري فالنهاردة انت كلعيب النادي الاهلي لازم تستحمل طبعا ان انت تلعب تحت ضغط لما بتلعب وتقدي الجمهور اول واحد هيبقى وقف معاك لان الجمهور برضو النادي الاهلي زي ما احنا عارفين الوضع صعب زي ما تقولي كده السنة اللي فاتت ما كانتش افضل حال بالنسبة للكل حتى على صعيد النادي الاهلي للأسف خسرنا بعض البطولات فمعلش يعني اللعيبة برضو لو في بعض الاوقات الجمهور شوية بينتقد او شوية بيبقى زعلان الجمهور بيزعل لكن عمره ما بيوقف دعم عمره ما بيكسر لاعب انا قلت الكلام ده الواقع بصراحة يعني انا كنت في الملعب بمبارح الصراحة يعني الاجواء كلها كانت حاجة جميلة والناس بتشجع والجمهور موجود واللعيبة حتى طريقة الاحتفال يعني نشوف عمر السلية وهو راح بيحتفل مع جمهوره انت شفت روح النادي الاهلي هي دي شفت روح النادي لو الاهلي يقدر ان انت كل مباراة تلعب بنفس طريقة الجمهور موجود بنفس الكسافة اكيد هنقدر نعدي لان برضو اه الدوري بيبقى صعب اه المنافسة بيقى صعب ولكن في الاخر النادي الاهلي مفروض بالكواليتي بتاع اللعيبة اللي عنده بالكواليتي الجهاز الفني الاداري الناس اللي موفرة كل حاجة اللعبت النادي الاهلي لازم تبقى هي حاسة ان هم احسن من كده طبعا ويستحقوا احسن من كده والجماهير تستحق احسن من كده وانا فيك كلمة دايما انا على طول فودني من مستر مانو الجوزي لما كان بيقعد مع الجمهور او بيقعد معنا ودايما كان يقول انه كان بيقول اللعيبة حاجة مهمة رصيدك في البنك ده حاجة لكن انت عندك رصيد تاني ايوه ده اللي بيسميه البنك بتاع الكورة ده اللي انت لما هبطت الكورة ده هيفضل مستمر معاك وقرس معاك بسطط مدى حياتك لو انت طول ما انت في الملعب استغل دايما كل فرصة ان انت تجيب الجوان استغل كل فرصة انت تحقق بطولات لان هو ده اللي هيكمل اه الفلوس هتبقى موجودة وطول ما انت بتكسر وتاخد فلوس لكن كمان رصيدك في البطولات ورصيدك في الانجازات ده بيكمل معاك لان ده بعد ما تبطل هتحس بامتفال عدد ناجل اهلي النهاردة المجموعة دي واخدتنين دوري ابطال افريقيا واثنين سوبر واثنين برونز واخدين عدد من الدوريات وطولة كاسسو يعني واخدين بطولات لكن برضو ما ينفعش ان هم يستسلموا الفكرة انه ممكن يخسروا دوري تالت على التوالي هتبقى حاجة ما حصلت لا لا ان شاء الله ده مش انا اصد اه طبعا لازم هم يستوعبوا ان الجمهور لما بيطالبهم ده يعني تبقى حاجة ليهم فالنهار ده الامور كلها تبقى يعني ان شاء الله طول ما النادي الاهلي وجمهوره وراءة زي ما احنا شايفين كده الامور ان شاء الله هتبقى طيبة وهنكمل يعني احلى حاجة ان احنا النادي الاهلي عادت تروح فيه مرة تانية التقلق مرة تانية هو ده اللي احنا كنا نعرفه وسقف الطموحات بتعله وسقف الانجازات كمان والتاريخ بيكتب من جديد زي ما انت قلت الفرقة دي هي دي الفرقة اللي جابت لك الثلاثية وجابت لك البطولات واسعدتك فحاجة تحترم لازم نرجع ونقول شكرا للمطعة اللي احنا شفناها مبارح بجد والأداية الأكثر من رائع فيه تفاصيل كتير فنية بس هم بيتلوبوا مننا فاصل سريع جدا وحنرجع نكمل مع أستاذ آيمن جلبرتو وخليكم معنا صباح الناصر مرة كمان آيمن خلينا نخش في الفنيات بقى شوية كده يلا بي تعالى كده نقارن مباراة أمس مع شوية سيراميكا مع شوية فيوتشر وإيه اللي حصل يعني ده كان أداء ومستوى وهنا شفت أداء ومستوى أكثر من رائع ومختلف تماما ليه الفرق ده إيه اللي حصل من وجهة نظرك إيه الفروقات إيه اللي حصل إيه اللي جد عشان نظهر بهذا الشكل اللي احنا نعرفه عن نازل أهلي يعني يمكن مباراة سيراميكا الأهلي ما كانش بهذا يعني المستوى سيء قوي لكن ما كانش فيه استغلال الفرص إلى حد ما في ماتش سيراميكا ماتش فيوتشر الأهلي بعد ما سجل وفريق فيوتشر كان برضو كان مترود منه واحد فجأة يعني الأمور ما كانتش أفضل أفضل حاجة بعدها ماتش فاركو احنا كسبنا ماتش فاركو في الدقاءة الأخيرة وضيعنا فرص كتير كان ممكن نريح المباراة تبقى أفضل من كده ومريحة لكن اللي كان في النص هو اللي مش مفهوم هو ماتش سموحة يعني أعتقد ماتش سموحة كان ماتش سيئة جدا للنادي الأهلي مع كولر فهو ده اللي كان فيه مشكلة لكن مباراة كان فيه حاجة أنه احنا مثلا تقريباً احنا أول مرة من فترة نجرب موضوع التسديم من الخارج يعني وعلى فكرة احنا دلوقتي عاردين الملقص بتاع المباراة مباراة وكان فيه كذا فوق يعني كان فيه فرصتين مباراة لشادي حسين كان يقدر في بداية المباراة أنه هو يخلص فده برضو يعني شادي حسين واحدة واحدة بيخش مع الفرقة لكن أتمنى طبعاً أنه هو يستعيد التهديد بتاعه والمعدلات بتاعته اللي كانت وقت السيراميكا لأنه هو لعيب مميز جداً ومهاجم قوي فلا مباراة كان فيه التزام واضح أن التزام تكتيكي بشكل قوي فيه تركيز أنه النهاردة بيرامدز ليه أسلوب معروف مع تكيس استحواز وبيجمعوا اللعب عشان خاطر يحاول يلعب على دق يعني هم حاولوا أكتر من مرة يلعبوا في الحتة اللي وراء علي معلول بس يعني معلول بخبراته بذلك كمان معلول بخبراته قدر أنه هو ما يحسسش أنه فيه مشكلة وكان فيه أداء مميز للأمانة كان فيه تركيز كبير من محمد عبد المنع مياسر إبراهيم لأنه برضو كان فيه هجمتين كده البيرامدز لو كان يعني هم وفقوا فيها للعيبة بتاعتنا ما كانتش في التمركزات الصح كان ممكن النتيجة تتغير فهنا لأ هنا مبارح كان فيه تركيز كان فيه التزام تيكتيكي في بعض أحيان المباراة شعرنا أن النادي الأهلي سايب الكرة في شكل كبير جدا البيرامدز وأن البيرامدز ممكن الفريق يضغط لقدام الأهلي ما كانش بيعمل ضغط عالي كتير وده برضو ممكن يبقى مبرر في بعض الأوقات أن أنت مش عايز تستغلك كل طاقتك وكل مخزونك فالنهار ده أنت لما بتوفق في تزديدة يعني تزديدة عمر السلية فيها توفيق أن كان فيها خطأ كبير من حارس البيرامدز ده حاجة كويس أنت النهار لازم تجرب عطوه أنت تشوت من خارج منطقة جزائي خصوصا لما حارس زي الشناوي بيتقدم كتير الجنة التاني ده واضح أن الكولر من ساعة ما جاء هو بيحاول أنه يستغل للكرات العرضية وحتى فيه مؤتمر أعتقد مؤتمر ماتش سراميكا لما تسأل قال لهم احنا بنعتبر ضربات الجزاء ضربات سابتة لكن هو قال بعد كي رد على الصحفي قال له أنا فاهم قصدك أنت قصدك الفولات والركلات الركنية احنا بنضرب عليها ومش موفقين فهنا دي برضو النادي الأهلي في عنده أفكار ولكن المراضي وفقنا فيها الجنة التالت أنا باعتبر الجنة التالت ده مكافأة لحسين الشحات بصراحة فرحنا فرحنا لي لأنه هو عامل أداء كويس في المباريات الأخيرة حتى الهجمة اللي كانت مرتدة كان فيه أكتر من هجمة مرتدة بتتلعب من عند الحتة بتاعت حسين الشحات وكان ما بنوفقش أن احنا نخلصها في الآخر هو لما هو بيعمل الكرة عرضية لمحمد شريف كتاجمة مرتدة نموذجية فهي كانت حلو أن هي تخلص للشحات يعني هو حتى لو هي طبعا هتحس بهدف عكسي ولكن هي اللقطة للشحات لأنه هو كان عامل أداء مميز فانبرح كان فيه أمور إيجابية كتيرة كويس طبعا لازم يكون فيه سلبيات أي مباراة هلنتكلم عن السلبيات بس قبل ما نخش على السلبيات خلينا برضو نتكلم في حتة أنا شفت فيها ذكاء لكولر إلى حد كبير فكرة هنا أن برضو كان بيعتمد اللعبة على المنطقة الخلف عمر سوري علي معلول وبعد كده يجي الشوت التاني وفي الهالهم مارسل كولر برضو ده ذكاء أعتقد طبعا حتى بيرامدز في الشوت التاني كان بيحاول يجمع نحية التانية عند محمد حمدي وخلف محمد هاني وحسين الشحات لكن برضو كان طبعا مع مجهود المباراة والتركيز يجب أن يحصل بعض الهفاوات الدفعية ولكن في النهاية لما الكرة بتوصل ما بتبقاش بالخطورة يعني الكبيرة وكمان لما أنت بتبقى متقدم 2-0 خلاص الموضوع بيبقى أهدى لا المبارح كولر واللعيبة كان فيه زي ما قلناك كان فيه تركيز فيه هدوء التركيز جاي لأن فيه هدوء احنا كنا بنشوف اللعيبة بتاعتم في بعض الأحيان دخلين عايز يخلص عايز أجيب فيه تصرع في اللعب فما بيبقاش اللعب مصبوط لكن مبارح بصراحة هدوء غير عادي تركيز غير عادي روح النادي الأهلي موجودة أنا شايفة روح معنوية وطاقة إيجابية موجودة التشجيع كان أكثر من رقع من الجماهير كل حاجة كانت حلوة مبارح بصراحة يمكن أنا في حلقة قبل كده مع كريم كنت أعتقد بعد ماتش اسموحة كان نادي الزمالك كان اتعادل في مباراته ونادي الأهلي اتعادل برضه يعني تاني أعتقد كان ماتش اسموح فالنهاردة اللي حصل ده اللي احنا بنتطلبه ان انت لما انت طق لما المنافس المباشر بتاعك يقع في مباراة فهو بيقدم لك هداية فانت لازم تستغلها تستغلها صحيح فاحنا متعودين طبعا عن نادي الأهلي عبر تاريخ انه دايما لما بيخش ماتش عارف انه هيفرق وتحديدا لو نفتكر دوري أداء مختلف دوري 2011 تحديدا لما منو الجزيه رجع وكان الزمالك متقدم بست سبع نقط والأمور كان الزمالك أول ما بيقع عن أهلي الماتش اللي بعدين على طول بياخدت تلات نقط فماتشين تلاتة انت اللي بتركب الدوري فده اللي دايق الجمهور شوين لأ الزمالك لما يتعادل احنا استغلنا الهدية بشكل مثالي فرقنا بثلات نقاط هنبقى أهدى نلعب يوم الخميس طبعا مع انبي المبهرات مضغوطة ولكن ده قدر لندي الأهلي ان شاء الله يبقى فيه استشفاء جيد والإصابات نتعامل معها بشكل كويس لكن ماتش انبي كمان انبي تقريبا برضو وضعه مش أفضل حاجة يمكن لسه كسبان قريفة برضا ماتش مهم لأنه هنلعب فملعب أعتقد المقاولين أو بيتر سبورت أيا كان فأمور أعتقد المقاولين الأهلي ما بيلعب أهلي وزاركة بيلعبوش في بيتر سبورت الفترة الأخيرة فالأمور يعني المقاولين كمان في مباراته مع الزمالك قدر يعني لما بيلعب فرق كبيرة بيبقى عندهم تكتيج كده معين بيعرفوا يتعاملوا فالنادي الأهلي ان شاء الله يكمل نكمل أهم حاجة إحنا أما حاجة نروح كسل عالم الأندية والأمور المستقرة في الدوري ليه عشان كسل عالم الأندية المراضي زي ما أنت قلت كده من هدايا عشرين تلاتة وعشرين إن دي هدايا كسل عالم تحت عشرين تلاتة وعشرين اللي جاهلنا دي دي هدايا برضو حاجة ما كناش متوقعينها فجأة لقينا نفسنا موجودين فيها استنادا لللوائح فدي حاجة كويسة هنروح نلعب نستمتع ونلعب ويمكن نحن حاجة برضو كناش متوقعين نحن نشارك فيها لما نشارك فيها بالسيناريو ده نحق إنجاز نكون محقناش قبل كده فطبعا تعالوا بنا نتكلم عن بعض وشان سميها سلبيات بس الفرص اللي كانت ممكن تفرق برضو إلى حد ما في كذا فرصة كمان لبيرامتز بالمنازمة بس أنا لو حتكلم عندي هنا ورقصية شادي حسين واحدة واحدة خلينا نتكلم كده هل بتشوف الرأسية بتاعت شادي حسين كانت ممكن تكون فعلا جول مؤكد ولا المشكلة كانت فين يعني هو للأمان أنا كنت أحد في الدرجة الثالثة فمن الزاوية بتاعتنا في الدرجة الثالثة الجول كان يعني مفتوحة يعني أنا شوفها فرصة كانت تصرع مثلا ولا إيه معرف يعني ممكن يكون هو ساعات اللعيبة بتبقى يعني في ضربات الرأس تحسين أنت لازم التك أوف بتاعك في وقت مثالي توجيه الرأس بتاعك في وقت مثالي ممكن شادي حسين في اللعبة دي يعني زي ما بيقول كده بلغة الكرة ومركبش الكرة بالشكل السليم أو الصحف عشان كده ومواجهش دماغه بالشكل السليم عشان كده خرجت صح لكن للأمانة هو لو كان يعني خد التك أوف بتاعه بشكل صح زي ما احنا شايفين حتى حسين الشحات يعني عملها مهار أفش حتى لعبها أوفر كويس هو كان مفروض يطلع على طول بدماغهم موجهها في البعيدة لأنها هتبقى قوية جدا هيبقى الشناوي خلاص هي بعيدة ولكن يعني احنا شادي حسين هيدخل واحدة 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 نحن كان ده في التاريخي النادي سيراميكا طبعا النادي سيراميكا الصاعد حديثا بقاله موسمين فهو عنده الحتة بتاع التهديف ممكن النقلب مع النادي الأهلي لسه شوية هو بيحاول أنه هو يتحسسها لكن لا نتمنى من شادي وشادي من اللعيبة المميزة وهو كمان أهلاوي ومن المدرج يعني زي ما نقول كده خريج المدرج بتاع النادي الأهلي فأكيد هيتفرج على الحاجات دي وهيراجع تاني وهو يطور من نفسه لأن كل مهاجمين العالم وكل الناس بتغلق زي ما بنقول كالسلبيات هتفضل موجودة في الكورة بس إيه المهم أنت أخذي السلبيات دي تتفرجي عليها وتبتدي تحسني من نفسك لو عايزة تتمرني شوية زيادة تتمرني عايزة مع محل الأداء مثلا تشوف إيه المشكلة توقف مع المدرب يعني فيه طرق كتيرة لعيبة الكورة ما بتاخدش الساعتين بس تمرين وتروح لا ده هو يعني هو حياته مفروض تبقى كورة اليوم بتاعه كله زي الموظفين كده احنا عندنا 8 ساعات شغل هو كمان مفروض اليوم بتاعه بيقسم التمرين لو عنده حاجات إضافية فإن شاء الله نتمنى أن الفترة اللي جاي حتة تحديدا الفرص المهدرة في النادي الأهلي تعالج بشكل أكبر بس هي هي يعني نقطة برضو عايزة علق عليها قبل ما نروح بقى لمباراة أم بي وهي نقطة صحيح صحيحة جدا احنا مش عايزين نتصرع برضو في الحكم على أي صفقات أو أي لعيبة مش عايزين رجع برضو ودي مثال بفلافيو يعني لأن طبعا احنا كلنا عارفين القصة بس الحكم بيكون بعد كذا مباراة وبقى كذا بطولة لأن أنت الخامة بتاعتك ممكن تبقى جيدة جدا لكن الأداء بتاعك المتميز يظهر بعد فترة بالضبط فأسلوب الانتقادات اللي بنشوفه من بعض النقاد الرياضيين على قناة المختلفة ولهم كل الاحترام لكن كلام يعني عارف اللي هو بتسمعه يعني أنت عايز تطلع من الكلام ده بإيه يعني أنت أصفرود فاهم في كورت القدم وتاريخ كبير ولاك باع كبير ما تتكلم بحاجة زي كده يعني أنت عايز بقى تظهر بأخبار أو ترند أو غيره يعني ABC ما فيش كلام ده خالص في لغة كورت القدم وفي الملاعب يعني على كل حال ده لا يعنينا خلينا نروح معاك بقى لمباراة MP لأن برضو البعض بيقولك بعد مباراة قوية وأداء جميل ونتيجة تقيلة وقلب كده الموازين والعودة مرة تانية والثقة اللي موجودة والتقى الإجابية الكلام ده كله هل أنا مع MP بقى هبتدي أدافع ولا هبتدي ألعب بهجوم ولا هعمل خطة عاملة إزاي هخش برضو عايز أنهي المبرامة ده الأولى ولا هلعب بالراحة هبتدي أشارك عناصر شبابية يعني من وجهة نظر أيمن جيل بيرتو لا يعني طبعا الوقت الحالي صعب جدا يبقى فيه أي تجارب هي الفكرة كلها الحالة البدنية بتاعت اللعيبة عاملة إزاي اللعيبة القادرة هي اللي بتشارك فالنهاردة مثلا وارد علي معلول بيبقى فيه لود عليه مثلا فالنهاردة نشوف مين اللي يقدر يلعب مكان علي معلول لكن لا مباراة زي مباراة MB أتمنى أن احنا نقدر نخلصها بدري ليه لأن هما برضو الفريق MB أو أي فريق تاني هلعب نادي الأهلي برضو بيرامدز من الفرق اللي بتلعب مع نادي الأهلي جيم مفتوحة يعني بيرامدز مش من الفرق اللي بتلعب تنزل تلعب مع نادي الأهلي اللي هي نيركن الأوتوبيز زي كما بنقول بارك زباس أو نوقف الحداشر العشرة قدام المرمى ويعني ونفضل مقفلين بقى كده نشوف بقى لأ MB هتبقى ممكن تلعب مع نادي الأهلي بنفس الأسلوب ولو بتاع فيه تحفظ دفاعي نوعا منه فلو نقدر نحن نلعب بأسلوب نخلص بدري زي مطش المحلة كده لما جبنا هدف مبكر يمكن أول محلة السنة دي برضو شكلهم مختلف بيلعبوا بشكل هجومي أكبر ولكن لا الفرق اللي زي MB و سيراميكا والمقاولين فيه فرق كده دايما الأفضل نتسجلي فيهم بدري لين لما بتسجلي فيهم بدري هم بيبتدوا يحاولوا يغيروا من أسلوب لعبهم لكن لو اتأخر التهديف هم نفسهم تركزهم بيزيدوا بيفضلوا سابتين في حالتهم الدفاعية وبتدوا لعبوا على هجمات المرتدة بشكل سريع فممكن يسببوا لنا مشاكل فلا إن شاء الله النهاردة قدام يعني وقت ماتش MB أهم حاجة طبعا احنا كريم فؤاد بنسبة كبيرة زي ما سمعنا من التقارير هاي بقى صعب الاصابة الحمد لله مش كبيرة ولكن اعتقد صعب يلحق مباراة MB والأفضل لي ربما أنهما يشاريشها زي ما قلنا عندنا MB بقى كال مصري بقى كاس موحة في الكاس بقى كده الزمالك بقى البنك الأهلي يعني مباريات قوية وما فيش مساحة فقدة النقاط فضلت طبعا لعبة النادي الأهلي مع الجمهور مع الإدارة الفنية كويسة وان شاء الله أهم حاجة التوفيق يعني احنا بنتسبنا طبعا فيه مباراة حبنتكلم النادي الأهلي كان ممكن يبقى ليه لبعض اللقطات التحكمية اللي هي يعني مش هنقول تساعده ولكن اللي هي ايه بتاخد حقك بس هنتكلم في موضوع التحكم لأن ده ملف برضو مهم طبعا خلينا نقول برضو يا أين من دولوات احنا بنعرض بعض اللقطات للتدريب الخاص بإفارية الأول النهاردة طبعا من ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي فرع الكزيرة وشفت كده برضو حسين الشحات في اللقطة الأولى لو عارش خدت بالك ولا لأ خلينا أولا وعرفنا نرجعها مرة تانية يا ريت تحس بفرحة أنا شفت حسين الشحات وخوة خارج للتدريب تحس كده جبر خاطر بفرحة بثقة طبعا هو بقاله فترة بعيد شوية وحتى للأمانة الجمهور كمان حاسنا ولما بينزل الملعب الفترة الأخيرة بيعمل فرق بيصنع فرق ودي حاجة كويسة حسين الشحات لعيب عنده أكتر من كده كمان يعني حسين الشحات ده كان بص ساموا عليكم يا جماعة يعني هو عنده أفضل من كده حسين الشحات من الصفقات كانت صفقات جماهيرية طبعا طبعا يعني مش بنتكلم بس صفقة فنية يعني لأ ده الجماهير كمان كان نفسها تشوف حسين الشحات بتيشيرت نادي الأهلي فهو عنده أكتر من كده يعني برغم اللي حققه حسين الشحات مع نادي الأهلي الجمهور كمان متوقع لأ ده أنت حسين لسه عندك أكتر من كده فجميل إنه هو الفترة الأخيرة أداءه مميز ده وقوله هو كمان ده وقولنا يعني لأ أنا بقول الجندة هو ربنا بيكرمه بيقوله دي هدية ليك على أداءك وأن أنت من حقك إن أنت تفرح فلا كويس يعني أي لعيب في النادي الأهلي لما بيستعيد ولو جزء بسيط من مستوى بيعمل فارق وعشان كيه هو ده اللي الناس لما بتزعل أتمنى أن الرسالة توصل لعيبة الجمهور لما بيزعل منك هو مش معنى أنه هو بيبيعك أو بي لا 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 عمر ما ده كان أبدا هو بيزعل عليك وأنفسه أنت تبقوا أحسن أنتوا تكسبوا لما أنتوا بتكسبوا الجمهور بيفرح وإنتوا بتفرحوا والأمور يعني زي ما شفنا في مباراة سيراميكا لو تاخد بالك كان قبل المباراة عمر صلاة كان على الدكة الجمهور كان بيحيي وبيقول يعني بيتمنى الشفاء والسلامة لبنته اللي هي كانت تقريبا يعني عاملة عملية أو حاجة سكاة بنته الصغيرة النهاردة أنت تتخيالي يعني اللعيب لازم يتخيال أن الجمهور بيعيش مع اللعيب تفاصيل حياته نهاردة لو اللعيب عنده حاجة كويسة أو فرحة الجمهور بيفرح معاه اللعيب لو لقدر الله عنده مشكلة أو أزمة أو حاجة وحاجة صورته كانت لاتة حلوة كمان لما عارضة صورة ليلة بينه وخد الرجل المباراة وبعد الماتش خدت حية خاصة لوحده من الجمهور لما هو خارج من الملعب فنهاردة الجمهور بيعيش مع اللعيبة تفاصيل حياتها فده حاجة كويسة فنهاردة أنتوا كمان يعني على قد لو أكيد أي حد بيتدايق من الانتقادات ولكن معلش الجمهور دايما أنتوا كبروا بخاطر الجمهور ده دوركو لقطة كانت حلوة بارح اللعيبة وبعدها الجاز الفني لما راحوا جمعوا راحوا للجمهور فأنا تمنى دايما أن الروح دي تفضل موجودة طيب خلينا نروح معاك بقى برضو سريعا لأنه كان متوازي مع ماتش الأهلي ليفر بول والواحد زعل برضو مع الخسارة إيه اللي بيحصل ليفر بول فيه إيه أنا مزعلتش أصلا أنا ماليش دعوة أساسا أنا كنت فرحام طب ملغي السؤال بقى وليس على كده أنا كنت فرحام في الاستاذ صراحة لا يعني ليفر بول طبعا كلنا محمد صلاح أي يعني ليفر بول لازم منتابع نفسنا لأيما ليفر بول أعطاش خاطر طبعا محمد صلاح أنا بهرج بس هالفكرة ليفر بول عموما في الدوري السنة دي هو مش أفضل حاجة خالص يعني كنتائج حتى هم يعني عكس دوري أبطال أوروبا وهم في دوري أبطال أوروبا يعني نتائجهم أفضل بكتير ومبارح أنا شفت لجوان الصراحة يعني أخطأ دفاعية قاتلة من الأهداف كلها يعني هدف عكسي وتقريبا برضو قريت تحليلات كده معنا أن الهدف الأولين اللي جي في ليفر بول ده ده أصلا جي قبليه جونين بنفس الطريقة وتلغوا أوف سايد فوضح أنه ما كانش فيه تركيز دفاعي في ليفر بول والهدف التاني هدف التالت كمان أعتقد كوناتي كان وقع قدام المهاجم بتاع برينفورد فليفر بول في الدوري مش أفضل حاجة صلاح أرقامه طبعا مميزة ولكن تقريبا كده ليفر بول هيبقى السندي الأفضل لأنه هو يحاول يلعب على الشامبينز ليج عشان أموره في الدوري بعيدة شوية إحنا خلينا في الأهلي بتاعنا طالما الأهلي جاء كويس طالما الأهلي بخير إحنا بخير أيمن نورتنا بجد يعني جدا نقد الرياضي أيمن جلبرتو شكرا لك جدا شكرا يا فاني طيب إحنا هنروح فاصل وحنرجع بقى مع حضراتكم علشان الفقرة التبية الأخيرة اللي هتنورنا فيها دكتور دينا أبو السعود بس هنسيبكم بعض اللقطات من التديب